صباح الخير مرحبا بكم في قناتكم من اسباس دابخونتساج في هذا اليوم سنرى درس الزوايا المركزية والزوايا المحيطية في دائرة بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي وسنرى هنا الجزء الأول يعني الذي يخص التعارف وقواعد هذا الدرس إذن لنبدأ على بركة الله نبدأ بالتعريف رقم واحد كل زاوية ينتمي رأسها إلى دائرة وتحصر قوسا في هذه الدائرة تسمى زاوية محيطية تعريف رقم اثنان في دائرة كل زاوية رأسها هو مركز الدائرة تسمى زاوية مركزية لنفسر هذه التعريف في الشكل دان هنا رسمت ثلاث زاوية الزاوية BAC والزاوية MON والزاوية SRT من بين هذه الزاوية أين هي الزاوية المحيطية؟ إذن نبحث عن الزاوية التي رأسها على الدائرة إذن الزاوية التي رأسها على الدائرة هي الزاوية BAC إذن A ينتمي إلى الدائرة إذن هذه الزاوية رأسها ينتمي إلى الدائرة وتحصر القوس بسي إذن نسميها زاوية محيطية أين هي الزاوية المركزية هنا؟ الزاوية المركزية هي MON لأن رأسها هو مركز الدائرة وبالنسبة للزاوية SRT أغ لا ينتمي إلى الدائرة فالنقط التي تنتمي إلى الدائرة فقط هذه النقط التي على محيط الدائرة أما بالداخل هنا أو بالخارج فهي النقط لا تنتمي إلى الدائرة مثلا إذا أخذنا هذه النقطة نسميها B B لا تنتمي إلى الدائرة إذا أخذنا النقطة هنا وسميناها مثلا V V لا تنتمي إلى الدائرة إذن R لا تنتمي إلى الدائرة وأيضا R ليست مركز الدائرة وبالتالي فالزاوية SRT ليست بزاوية محيطية ولا بزاوية مركزية نقول الزاوية بأسي زاوية محيطية تحصر القوس بسي وهنا وضعنا رمزا لنعبر عن القوس الزاوية MON زاوية مركزية تحصر القوس MN وهنا أيضا هذا الرمز يعني قوس صغير على MN للتعبير عن القوس الزاوية SRT ليست محيطية لأن رأسها لا ينتمي إلى الدائرة وليست مركزية لأن رأسها مختلف عن مركز الدائرة نمر الآن إلى قاعدتين مهمتين في هذا الدرس القاعدة رقم واحد في دائرة قياس زاوية محيطية يساوي نصف الزاوية المركزية المرتبطة بها والقاعدة رقم اثنان في دائرة زاويتان محيطيتان تحصران نفس القوس وهما متقايستان إذن هنا حين نقول زاوية محيطية مرتبطة بزاوية مركزية نعني أنهما يحصران نفس القوس لنفسر هذه القواعد في الشكل لنلاحظوا معي هذه الزاوية هناك الزاوية بي آ س إذن زاوية رأسها آ محصورة بين نصف المستقيم آ بي وآ س ثم هناك الزاوية بي أم س لنرأسها آم ومحصورة بين نصف المستقيم آم بي وآم س ثم هناك الزاوية التي رأسها آ ومحصورة بين نصف المستقيم آ بي وآ س إذن هنا زاوية محيطية ما هما؟ إذن الزاوية بي أس وبي أم س إذن نبحث عن الزاوية التي رأسها تنتمي إلى الدائرة إذن هذه هي الزاوية المحيطية وهنا أيضا زاوية مركزية وهي الزاوية التي رأسها مركز الدائرة إذن كل هذه الزاوية تحصر نفس القوس بالس إذن بي أس تحصر القوس بالس BMC تحصر القوس بالس وBOC أيضاً تحصر نفس القوس بالس إذن إذا أعطينا لهذه الزاوية مثلاً قياس 40 درجة إذا كانت هذه الزاوية قياسها 40 درجة فكم سيكون قياس BMC إذن لنرى إذن BSC محيطية وأيضاً BMC زاوية محيطية ويحصران نفس القوس بالس إذن حسب القاعدة رقم 2 فزاويتان محيطيتان تحصران نفس القوس هما متقايسة وبالتالي فاته زاوية أيضاً قياسها 40 درجة وكم سيكون قياس الزاوية بأسي إذن الزاوية بأسي أيضاً تحصر القوس بالس إذن فبأسي سيكون قياسها هو ضعف الزاوية بأسي والزاوية بأم سي بمعنى 80 درجة حسب القاعدة رقم 1 تقول في دائرة قياس زاوية محيطية يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المرتبطة بها وكلمة مرتبطة بها تعني أنهما يحصران نفس القوس بما أن الزاوية المحيطية تساوي نصف الزاوية المركزية المرتبطة بها فالزاوية المركزية تساوي ضعف الزاوية المحيطية المرتبطة بها 8 هو ضعف 4 في هذا الدرس رأينا كل التعريف والقواعد الخاصة بالزاوية المركزية والمحيطية في دائرة في الفيديو اللاحق سننجز معا بعض التمارين المهمة للمزيد من الفهم الجيد لهذا الدرس إلى اللقاء أتمنى لكم التوفيق الدائم